ليلة هل هناك احتمالات لاستجابة السلطات اللبنانية للدعوات والضغطات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ؟ هذا الأمر لم يحصل. السلطات اللبنانية أعلنت منذ اليوم الأول أن لدينا محققين الكفاء نزهين يستطيعون القيام بهذا التحقيق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب. وبدأت التحقيقات منذ اليوم الأول بإشراف النيابة العامة. بالأمس هناك بعدما قرر مجلس الوزراء إحالة القضية إلى المجلس العدلي تم تعيين بالأمس محقق عدلي هو القاضي التحقيق العسكري فادي صوان لتولي التحقيق في هذه القضية. حالة إلى المجلس العدلي هذا هو بحد ذاته رد على أنه يجب أن يكون هناك تحقيق دولي. خاصة وأنه المجلس العدلي هو أعلى. هو يعني يحقق بالقضايا المهمة والكبيرة جدا. وبالتالي بالأمس تم تعيين القاضي فادي صوان للبدء بالتحقيق. وهو يحدد ما إذا كان سيبدأ من أين انتهت النيابة العامة التمييزية أم سيبدأ التحقيقات من الأول. فيما يتعلق أيضا بالتحقيقات اليوم خلال زيارة ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى الرئيس عون. طالب منه الرئيس عون أن يكون هناك مساعدة بالتحقيق فيما يتعلق بكيف وصلت الباخرة وكيف أنزلت هذه أو من أين أتت هذه المواد وكيف وصلت هذه الباخرة إلى لبنان. عدا عن أنه ديفيد هيل بالأمس قال بأنه سيكون هناك مساعدة بالتحقيق. سيكون هناك محققين من الأف بي آي يساعدون المحققين اللبنانيين في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة. طيب ما هي الأسباب ليلى وراء تأجيل استجواب وزراء ومسؤولين حاليين وصابقين بشأن الانفجار؟ السبب هو أن هذا ما تم طلبه اليوم بأن لا تكون أن لا يقوم النيابة العامة بإجراء هذا التحقيق بأن يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هذه المهمة. وبطبيعة الحال كما ذكرت عندما تم تعيين المحقق العدلي فادي صوان محققا عدليا هذا ما سيتم تحديده من الآن فصاعدا. المحقق العدلي سيحدد من سيتم استجوابه كيف سيتم استجوابه وما إذا كان الوزراء وهؤلاء الوزراء الذين كان من المفترض أن يتم بدء التحقيق معهم هم يفترض أن يحقق معهم أم لا؟ نعم ليلى خليل مراسرة الغد كنت معنا من بيروت شكرا لك على كل هذه المعلومات.